المقترح المصري ونقاط الخلاف اللي عضلت بعد ذلك الحقيقة المقترح المصري الأخير وهذا لم يكن المقترح الأول هو لحماية القضية الفلسطينية لحماية أرواح العزل والبسطاء من الجانب الفلسطين سرعة إنهاء الأمر على الأقل لأنه لن يتم في النهاية إلا على طاولة مفاوضات ولكن التأخير له ثمن مكلف الأول قبل ما أقول حضرتك المقترح المصري وتعديله نقطة مهمة جدا في علوم التفاوض ونحن نقوم بتدريس هذا في كتب علوم التفاوض ما هي كروت التفاوض الذي لدى هذا الطرف الطرف ألف والطرف بيه كروت التفاوض في يد حماس ما هي هذا مهم لأن هذا الذي يعطيك قوة التفاوض صحيح فإذا لم يكن لديك قوة في التفاوض إذن يجب أن تكون مرنا على الأقل وإلا ستدفع ثمانا مكلفا جاءت المبادرة المصرية تأجيدا على مؤتمر مصر الدولي للسلام في العاصمة الإدارية 21 أكتوبر شوف كم بقى فقدنا كم شخص من 21 أكتوبر ونحن نقترب من 31 ديسمبر هذا مكلف جدا طيب لو رجعنا للمقترح إيقاف فوري على الأقل للمدة إسبوعين هدنة لهذه الحرب الغير متكافأة تماما وبعد ذلك دخول مساعدات ممكنة لأنه وصل الأمر أن كل ألف متر فيه 12 ألف فلسطين كل ألف متر هذا شيء غير طبيعي وهو يعني أشياء أخرى يعني أن هناك مجاعات وأن هناك أمراض وأن هناك أوبئة القصة كده طيب المبادرة ماذا تقول المقترح المصري الجديد يقول أنه يجب تبادل مبدئي للأصر على أن تفرج حماس عن الأطفال والشيوخ والنساء كما تطلب إسرائيل في البداية من الرهائن لديها وأن تطلق إسرائيل 140 أسير من لديها المرحلة الثالثة أن يكون هناك تبادل للجثامين من هنا ومن هناك لا نعلم طبعا لأنها محادثات سياسية سرية في أغلبها لا نعلم على ماذا تعترض حماس على ماذا تعترض إسرائيل ترجمة نانسي قنقر